اصدقائي نوقت الرياضة من جديد في رؤيا انه تايم اوت مرحى لكم بدأ ان شام الشباب مشوارهم العربي بتعادلين مع نظرهم السعودي بهدف لهدف على استاد عمان الدولي في اولى مبارياتهم في المجموعة الاولى لبطولة كأس العرب الثانية وحظي اللقاء بمتابعة سمو الأمير علي بن حسين نائبي رئيس الاتحاد الدولي رئيس اتحادي كرة القدم وضغط منتخب الشباب على السعودية مع انطلاقة المباراة ولكنه تفاجأ بهدف مباغت من هجمة مضادة ليفرض بعدها المنتخب سيطرته المطلقة على المجريات ما مهد للعديد من الفرص التي احتاجت الى القليل من التركيز وانسحب الحال على مجريات الشوط الثاني وصولا الى هدف التعادل عبر البديل ليث بشتاوي احنا الحمد لله رب العالمين يعني منتخبنا قدام قدام منتخبي كبير يعني ومستعد ومعسكرات تدريبية وجاهز وهي كرة القدم يعني اللي صار انه احنا ضيعنا كم من فرصة في الشوط الأول وهي حال كرة القدم والحمد لله الله وفقنا يعني بالكرة وتعادلنا وان شاء الله المرات القادمة بيكون المستوى منتخبنا مطمئن ومستوى رائع جدا ولكن لم يحالف الحظ في بعض الأوقات انا حكتلك بالبداية انه كرة القدم بتكون انت متوقع اشي وتشوف اشي الحمد لله هو منتخبنا قدم كرة يعني حديثة شوي وتكتيك كويس وكرة بسيطة لكن ما في نهايات كانت باللمس الاخير كان يعني بجوز توفيق من الله عز وجل لكن ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا وعطانا الهدف احنا رجعنا للمباراة كنا نخسرانين نتيجة واحد سفر ورجعنا يعني بلوق تلقات كانت الحمد لله رب العالمين اننا قدرنا نرجع المباراة وكانت مباراة فتاحية يعني ان شوي صعبة بداية بطولة وان شاء الله قدامنا حصير احسن يعني مباراة جاي اظه اوليش الحمد لله رب العالمين يعني قدرنا نرجع للمباراة اكلنا قول بأول دقائق مباغف كان نقول انه بس ارتدت علينا وقول اكلناه في اول دقائق وان شاء الله قدرنا نرجع للمباراة وان شاء الله تكون تجربة مفيدة للمنتخب وان شاء الله نطلع في البطولة هاي تجربة عشان تعطينا معنوية للنهايات ان شاء الله وقبل مباراة النشام الشباب كان احمد اقتشاط مدير البطولة قد تحدث لكاملة رؤية معبرا عن اهمية استضافة هذه البطولة واداء المنتخب الحمد لله الاردن استضافة هذه البطولة البطولة مهمة جدا في كرة القدام العربية الاتحاد العربي اقر هذه البطولة ايضا لمساعدة المنتخبات العربية في نهايات القارية كتو عن الاسعوية والافريقية احنا بالاردن الحمد لله قادرين على التنظيم هذه البطولة وكل امور الحمد لله ماشي بشكل منتاز 12 منتخب عربي موزعين على كل الاماكن الاقامة في الاردن والحمد لله شايف في استاذ عمان هذه المغريات وإستاذ الملك عبدالله بالقويسمة نتمنى ان تكون البطولة ناجحة وتوفيق لكل المنتخبات العربية وتستفيد منها فنيا واداريا على المستوى الحالي والقادم ان شاء الله سبول امير علي اكد قبل ايام في بيانه ان الكل الاردنية بألف خير وهذا ما هو صحيح منتخباتنا الوطنية الحمد لله الفئات العمرية كلها بشكل ممتاز اكد ذلك منتخب تحت 22 سنة في نيبال ضمن ظروف معيشية غير طبيعية الا ان المنتخب ادى مباريات رائعة جدا تصدر مجموعته فاز في كل مبارياته ومنتخبات قوية جدا زي منتخب اوزباكستاني والمنتخب اليمني وايضا كان في منتخب نيبال المستضيف ضمن جمهوره ومنتخب انقلدش منتخبنا الحالي منتخب الشباب تحت 20 سنة منتخب قوي جدا تأهل لنهياته الاسعوية بكل جدارة والان الحمد لله احنا الاتحاد يعني بيعطيه كل عناية واهتمام لكل هذه المنتخبات نتمنى ان شاء الله انه التوفيق في هذه البطولة وان يستفيد فنيا من كل شيء بيحصل معه في هذه البطولة والأيام وفي افتتاح البطولة كان منتخب السودان قد فجأ نظيره الكويتي بثلاثة اهداف لهدفين في افتتاح منافسات المجموعة الاولى على استاذ عمان ويلتق اليوم وفي هذه الاثناء تحديدا منتخب قطر وموريتانيا على استاذ ملك عبدالله الثاني في القوسم في منافسات المجموعة الثانية على ان يليها على ذات الملعب عند الثامنة والنصف مواجهة منتخب الجزائر وليبيا تراجع المنتخب الوطني لكورت القدم اربعة مراكز على لائحة التصنيف الدولي الصادر على الانتحاد الدولي لكورت القدم فيفا عن شهر تموز يوليو الحالي واحتل المنتخب الوطني المركز الرابع والثمانين عالميا بعد ان خاض مبارتين في الدور الرابع والحاسم من تصفية كأس العالم لكورت القدم في البرازيل وعلى صعيد ترتيب المنتخبات العربية حل المنتخب الوطني في المركز السابع خلف منتخبات الجزائر وليبيا ومصر وتونس والمغرب والعراق وعلى الصعيد العالمي حل منتخب إسبانيا في المركز الأول تلاهو المنتخب الألماني ثم منتخبات أورغواي وإنجلترا والبرتغال واتسلم اتحاد كرة القدم خمسين ألف دينار كجزء من دعم الحكومة البالغ مليون دينار لترتفع المحصلة إلى أربعمائة ألف دينار منذ بداية العام وأكد أمين سر الاتحاد خليل السالم أن الاتحاد تسلم المبلغ بعد اتصالات مع الجهات الرسمية دامت أكثر من شهر وقال تسلمنا سابقا ثلاثمائة وخمسين ألف دينار وخلال الفترة الماضية حاولنا المطالبة بجزء من الدعم وبعد اتصالات مكثفة مع وزارة المالية والمجلس الأعلى تلقينا دعما بقيمة خمسين ألف دينار على أن يتبقى ستمائة ألف دينار خلال العام الجاري لتكون محصلة الدعم مليون دينار بعد أن أكدت الحكومة ذلك خلال الفترة الماضية وبعد هذا الدعم ينتظر أن يقدم الاتحاد زيادة مالية لحكام الساحة والرايا الدوليين المشاركين في البطولات المحلية تتراوح بين عشرين إلى ثلاثين دينار حيث كان الحكام يتقاضى على المباراة الواحدة مئة وعشر دينار لتصبح مئة وثلاثين أو مئة واربعين دينار وإدارياً يبدو أن الاتحاد يضع في اعتباراته تأهل الوحدات إلى نصف نهائي أو نهاية كأس الاتحاد الأسوية حيث أن تأهل الوحدات إلى نصف نهائي أو نهاية كأس الاتحاد يعني تعارض مشاركته في البطولة القرية مع دور المحترفين ولذلك أعدى برنامج مباريات في حال وصوله إلى الأدوار النهائية ويراعي جدول المباريات الثاني مشاركة الوحدات وفي حال تأهله يعني تأجيل مبارتاه في الأسبوعين الأولين والثاني حيث سيصدر الجدول المناسب بعد اتضاح الصورة كما أن الجدول يراعي مشاركة المنتخب في تصفيات الدور الحاسم من كأس العالم إلى جانب مشاركتي البقعة وشباب الأردن بكأس الاتحاد العربي وكان الاتحاد قد أجل إصدار جدول دور المناصير للمحترفين وكذلك كأس المناصير للأندي المحترفة بما ذلك تحديد المواعيد والملاعب التي ستستقبل هذه المباريات وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن هذه الجداول إلا أن الصعوبات التي واجهت الاتحاد لا سيما في ظل تعقدد مشاركات الأندية في الاستحقاقات العربية والأسيوية بعد تأكيد مشاركة العربي وشباب الأردن في بطولة الأندية العربية والفيصل والرمثة والوحدات أسيويا إضافة إلى الاستحقاقات التي تنتظر المنتخب الوطني ناهيك عن عدم جاهزية بعض الملاعب لاستقبال المباريات خاصة وأن استاد مدينة الحسن في مدينة إربد ما يزال مغلقا منذ أكثر من عامين كذلك أبدت اللجنة وجهة نظرها في بعض المباريات المهمة لفريق الرمثة التي تقام على ملعب الأمير هاشم وتعرض منتخبنا الوطني لكورتستلة إلى خسارة موجعة أمام منتخب بورتوريكو بنتيجة 93 نقطة لـ 52 في المباراة التي جرت في فانزولا ضمن منافسات التصفيات التكميلية المؤهلة لأولمبياد لندن وتفوق منتخب بورتوريكو على منتخبنا في الأشواط الأربعة ليخرج المنتخب خاسرا بنتيجة ثقيلة وبالتالي ودع البطولة بعد خسارته في المباراة الأولى أمام اليونان وتنص التعليمات على أن أول وثاني المجموعة يتأهل لدور الثاني من التصفيات وبالتالي تهل منتخب اليونان وبرتوريكو عن مجموعة منتخبنا فيما غادر المنتخب الوطني البطولة وافتتح مؤتمر الإبداع الرياضي الثالث والذي تنظمه كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية برعاية سمو الأمير فيصل بن حسين رئيس اللجنة الأولمبية وبالتعاون مع جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي وتضمن حفل الإفتاح ثلاث كلمات الأولى لرئيس المؤتمر دكتور عربي حمودة والثانية لأمير عام الجائزة دكتور أحمد الشريف والثالثة للوفود العربية المشاركة لتنطلق بعد ذلك فعليات المؤتمر التي بدأت في يومه الأول تحت شعار مواطن الإبداع في المؤسسات الرياضية بحلقة حوارية للتعريف بالجائزة تليها مباشرة ندوى حول تربية الإبداع ثم مناقشة البحوث العلمية المقدمة للمؤتمر والتي تتناول العديد من القضايا العلمية والمرتبطة بالإبداع الرياضي اختتم الأسبوع الثاني عشر من دوري اندية الدرجة الأولى لكورت اليد حيث قيمة مبارتين الأولى جرت في صلاة الحسن وجمعت الحسين مع العربي وتمكن فيها الأول من الفوز بـ 25 لـ 21 ليرفع رصيده إلى 14 نقطة فيما حقق أم جوزي فوزه الأول في البطولة على الفجر بنتيجة 28 لـ 23 رغم تقدم الفجر في الشوط الأول في المباراة التي جرت في قاعة قصر رياضة في عمان ليضيف أم جوزي أول نقطتين له حسناة تمسك كابتن المنتخب الأولمبي محمد أبو لبدي في المركز الثالث في التصنيف الدولي السنوي للتايكواندو الصادر عن الانتحاد الدولي وبقي أنس العدار بسادسا للعالم وندين دواني رابعة للعالم وريما عنان بالعاشرة في قائمة العشرة الكبار الاستقرار والثبات في التصنيف الصادر عن موقع الالكتروني للاتحاد الدولي كان متوقعا حيث خلال الشهر الماضي من البطولات التصنيفية وحتى بطولة الإسكندرية التي كانت مقررة شهر الجاري ثم تأجلت للشرين الأول وليحافظ اللاعبون الأولمبيون على مركزهم قبل الأولمبياد الذي يعد الأعلى تصنيفا حيث تصنف من عيار العشر نجوم وعليه يبقى الثنائي الأولمبي محمد أبو لبدي وندين دواني مصنفين على قرعة أولمبياد لندن في مدانة حيدر ليست من المصنفات الثمانية الأوائل على الوزن ويتوجب عليها مواجهة كبرى من كبريات الدور الأول وتنطلق يوم الثلاثاء القادم بطولة غرب آسيا للمبارزة لفئتي الشباب والناشئين والتي يستضيفها اتحاد اللعبة في قاعة الأرينا في مدينة الحسين للشباب وتستمر فعالياتها لمدة سبعة أيام وأكد أمين عام اتحاد غرب آسيا حكم الخالدي أن ثمانا دول أكدت مشاركتها في البطولة هي قطر والإمارات والبحرين وفلسطين ولبنان وسوريا والكويت والأردن المضيف وبين أن هذه البطولة تعتبر الثانية على أجندة الاتحاد بعد إشهاره للعام الماضي حيث استضافت الكويت بطولة العمومي شهر نيسان الماضي وأضاف أنها الأولى لهذه الفئة العمرية ويمنا متوقع أن يشارك فيها نحو 150 لاعبا ولاعبة في الأسلحة الثلاث وخرج لاعب المنتخب الوطني محمد العواود في دور الثمانية لبطولة عمان الدولية للتنس عقب خسارته أمام الكويت محمد عبد الله في المباراة التي جرت بينهما على ملاعب اتحاد التنس في مدينة الحسين للشباب وكان العواود آخر لاعبي المنتخب المودعين لمنافسات البطولة فقد سبق له الفوز على السعودي الوليد الصياح وعلى التركي سينان تونة وفي مسابقة الزوجي لفئة الشباب خسر ثناء المنتخب حمز الأسود وقيس المحيسن أمام الثنائي التركي كيم هزليب وسينان تونة وخسر لاعب المنتخب الوطني سيف عدس وزميله السعودي سليمان القاسم وينهي المنتخب الوطني للرجال والنساء للجودو اليوم المعسكر التدريبي المغلق الذي أقيم استعدادا لبطولة غرب أسيا حيث تركز على رفع اللياق البدنية عند اللاعبين ورفع المستوى الفني بطولة غرب أسيا ستنطلق منافساتها يوم غد الجمعة في صالة الأرينا في مدينة الحسين للشباب برعاية سمو الأمير فيصل ابن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية وتحظى البطولة بمشاركة دول في البطولة وهي إلى جانب الأردن المنظم فلسطين والعراق والكويت واليمن ولبنان وسوريا وقطر والسعودية والإمارات ترجمة نانسي قنقر إلى هنا نهاية تام آوت الذي كان محليا بجدارة اليوم تابعوا كل التفاصيل المحلية والأوروبية والعالمية على صفتنا على الفيسبوك رؤيا سبورت أو راسلونا على الإيميل الذي يظهر أمامكم أسفل الشاشة نهاية أسبوع لذيذة أتمنىها لكم إلى اللقاء